سامحيني أقول هذا الكلام في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء ما يكثر من عد الأموال كل فترة جاي يعدها يعدها أو يكيل اللي عنده يعني ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت كان عندنا طعام وكنا نأكل منه حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام شوف البركة تقول فلما بدأت أكيل وهو نقص وذهب بدأت الآن عائشة تقول بديت أحس بحساب الله بدأت أكيل كم باقي كم باقي كم ذهب سبحان الله لذلك أحيانا البركة ترك المال على ما هو عليه الآن بعض الناس حريص يوميا أو كل يومين يقعدي يحسب ها كم نقص كم عندي كم كذا موجود حسابك موجود وكذا هذا العد يسرب البركة سبحان الله العظيم إلا إذا كان أنت الإنسان تعدى علشان الزكاة طيب تعد مالك علشان والله تسدد ديونك طيب أما عد المال فقط خائف عليه ينقص قد ينقص وتذهب البركة ترجمة نانسي قنقر